اجتماع آخر على متن السفينة الأممية في عرض البحر هذا هو الإنجاز الأبرز في إطار الجهود المبذولة لإنعاش اتفاق الحديدة المتعثر والنتيجة التي أسفرت عنها الزيارة الأحدث التي قام بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث من بين زيارات عدة لهذا المبعوث للعاصمة صنعاء الواقعة حاليا تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية على مدى يومين انضاه في صنعاء التقى المبعوث الأممي زعيم جماعة الحوثي الذي ناقش معه الخطوات المقبلة في عملية السلام بما يتضمن تنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين بحسب بيان صادر عن مكتبه غريفث حط حاليا في مدينة الرياض للقاء مسؤولين في الحكومة الشرعية في ظل مؤشرات تفيد بأن المبعوث الأممي لا يزال يغرق في تفاصيل السوك هلم بعد أنباء عن مساعيه لإعادة إحياء مسار السلام الشامل الذي تأكد بشأن الاجتماع المقرر على متن سفينة حلم القطب الجنوبي هو أن الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار برئاسة اللواء محمد عظى وصل مساء الثلاثاء إلى السفينة المتواجدة حاليا في المياه الدولية وذلك بانتظار وصول ممثل جماعة الحوثي الإنقلابية لإجراء نقاشات تستمر يومين على الأرجح في اجتماع هو السابع للجنة المشتركة والرابع من نوعه على متن السفينة الأممية هذا ما أكده المتحدث باسم القوات المشتركة المدعومة من التحالف وضح الدبيش الذي أفاد عبر تغريدة له في تويتر بأن الاجتماع سيبحث الخطوات العملية لإعادة الانتشار وفتح الممرات الإنسانية وإحلال قوات الأمن وخفر السواحل وسط اتهامات للحوثيين بالكذب وبعرقلة العديد من الخطوات والاتفاقيات بالإضافة لاستهدافها للمدنيين وإتقل للمتحدث باسم القوات المشتركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى عدم الإصغاء لما تقوله ميليشيا الحوثي الإنقلابية وذلك خلال ترأسه في عدن اجتماعا موسعا لقيادات السلطة المحلية والمكتب التنفيذي لمحافظة الحديدة رئيس الوزراء لفت إلى استمرار رفض ميليشيا الحوثي توريد الإيرادات العامة إلى حساب البنك المركزي ومواصلة نهبها وذلك ضد على اتفاق السوك هلم الذي نص على دفع رواتم موظفية الدولة من هذه الإيرادات كما اتهمها بعدم الإفاء بتعاهداتها في فتح ممرات إنسانية آمنة في الحديدة وتنفيذ اتفاق تبادل المختطفين والأسرة وعدم رفع الحصار الذي تفرضه على مدينة تعيز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر